إلى ذلك نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم وبالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف كوب 28 وصندوق النقد الدولي فعالية عالمية ضمن يوم التمويل في المؤتمر لدعم حلول تمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام وأعلن اتحاد مصارف الإمارات خلال الفعالية عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم لدعم الاستدامة بحلول عام 2030 وأكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي في كلمته أهمية دور النظام المالي لدولة الإمارات في تطوير التمويل الأخضر والمستدام مع أهمية التركيز على تحقيق النمو والتطور ودعم الحلول الابتكارية وحماية المرونة